نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس تقارير إعلامية تحدثت عن طلب دولة قطر من عدد من قيادات الحركة مغادرة البلاد أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن دولة قطر تلعب دورا رياديا في دعم القضية الفلسطينية الأنباء حول تقديم قطر قائمة لقيادات حماس للخروج من الدوحة هو كلام غير صحيح ولا يسند إلى الواقع هو هدف التشويش على العلاقة بين حماس وقطر والتشويش على دور القطر الداعم لعدالة قضيتنا ودورها في تخفيف الحصار عن قطاع غزة معروف أن قيادة حماس بعد انتقابات الأخيرة ليس مكتب السياسي موجود هنا في قطاع غزة